التسعب توقيت القاهرة السبع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تبادل رئيس عبدالفتاح السيسي برقيات التهاني مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة بدء العام الهجري الجديد وأعرب رئيس السيسي في برقياته لأشقائه قادة الدول العربية والإسلامية عن أخلص تهاني وأصدق طمنياته في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة دعين الله تعالى أن يجعل العام الهجري الجديد عام سلام وازدهار وأن تتحقق فيه الأمال والطموحات نحو مستقبل يسوده التنمية والرخاء لجميع الشعوب الأمة الإسلامية كما بعث رئيس السيسي ببرقية تهانيئة إلى مسلمي مصر بالخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة بدء العام الهجري الجديد وطلق الرئيس السيسي برقياته تهانيئة بمناسبة العام الهجري الجديد من كبار رجال الدولة أعربوا فيها عن خلص تهانيهم له متمنين لمصرنا العزيزة مزيدا من الرفعة والرخاء أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تتولي الدعم والحماية الاجتماعية كل الاهتمام لمواجهة مختلف الأزمات والتحديات التي يشهدها العالم وخلال مؤتمر صحفي أضاف مدبولي أن مخصصات برامج الدعم والحماية الاجتماعية ارتفعت من 290 مليار جنيه عام 2015-2016 إلى 490 مليار جنيه للعام المالي الحالي وأشار مدبولي إلى إضافة 450 ألف أسرة إلى برنامج تكافل وكرمة بإجمالي 4 ملايين و100 ألف أسرة وبتقلفة تقدر بـ 22 مليار جنيه كما أعلن مدبولي عن حزمة جديدة للحماية الاجتماعية من خلال رفع عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرمة إلى أكثر من 5 ملايين أسرة شاركت مساعدة وزير الخارجية لشؤون المنظمات والتجمعات الإفريقية السفيرة سوها جندي ممثلا لرئيس الجمهورية في آلية مراجعة النظراء الإفريقية في اجتماع القمة الاستثنائية لآلية مراجعة النظراء الذي عقد افتراضيا تحت رئاسة دولة سيراليون وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن الاجتماع شهد مناقشة تقرير المراجعة الطوعية لدولة كينيا بجانب إطلاق مبادرة المراجعة المدققة للتغيرات غير الدستورية للحكومات هذا وقد تم في هذه القمة أيضا اعتماد انتخاب السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية السابق في لجنة الشخصيات البارزة لآلية مراجعة النظراء ممثلا لإقليم شمال إفريقيا أعلنت إستونيا إيقاف إصدار التأشيرات أو تصريح الإقامة للمواطنين الروس الراغبين في الدراسة بها وقال وزير خارجية إستونيا أورماس رينسالو في بيان إن استمرار العقوبات على روسيا ضروري لضمان الضغط المستمر عليها مضيفا أنه إذا سعدت العقوبات على إيقاف العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا فسيترتب على ذلك تأثير إيجابي على أمن بلاده قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن قانون خفض التضخم لعام 2022 سيكون أهم تشريع في التاريخ لمعالجة أزمة المناخ وتحسين أمن الطاقة لدى الولايات المتحدة واعتبر بايدن أن القانون يفي بالوعود التي قطعتها واشنطن منذ سنين مشيرا إلى أنه سيتم وضع حد أدنى للضرائب المفروض على الشركات بـ 15% واشدد الرئيس الأمريكي في الوقت الذاتي على أن القانون سيسمح لبلاده أن تنافس الصين وتظل رائدة في مجال الأبحاث كما حث بايدن الكونغرس على تمرير القانون المقترخ معضحا أن القانون الجديد يهدف إلى تسهيل حياة الأمريكيين ويخفف ضغط التضخم لقي ثمانية أشخاص على الأقل لمصرعهم جراء فايدانات مدمرة سببها هطول أمطار جزيرة في شرق ولاية كينتاكي الأمريكية وصف حاكم الولاية الفايدانات بالمدمرة والمميتة وأنها الأسوأ في التاريخ وتوقع أن يكون إجمالي عدد الضخايا من رقمين وأعلن الحاكم الديمقراطي حالة الطوارئ في عدد من المقاطعات كما تم نشر أربع مر وحيات تابعة للحرس الوطني إضافة إلى قوارب مطاطية للمساعدة في عمليات الإغاثة أما رياضيا ففاز الزمالك على مضيفه فيوتشر بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة السابع والعشرين من الدور الممتاز وسجل هدف المباراة الوحيد محمود حمد الوينش في الدقيقة الرابع والسبعين وبهذا الفوز رفع أبناء القلع البيضاء رصيدهم إلى النقطة الثالثة والستين في صدارة جدول الترتيب بينما تجمد رصيد فيوتشر عند اثنتين وأربعين نقطة في المركز الرابع نهاية موجزة تساعنا والاستكمال باقي فقراء الصباح خير يا مصر بعد الفاصل